أهلا بكم في الأحد الاقتصادي منافسة شديدة مع المنتجات الأجنبية وأسواق إقليمية شبه مغلق وارتفاع في تكاليف الإنتاج ذلك شيء بسيط مما يعنيه قطاع الصناعة الألبسة المحلي ذلك بحسب العاملين فيه أسفر في الأوينة الأخيرة عن إشهار إعسار شركة الألبسة الأردنية ووقف تداول أسهمها بعد سبعين عاما على عملها في الأردن في المقابل فريق آخر يرى أن تكاليف الإنتاج هي حالة عامة على كافة القطاعات وليست حسرا بقطاع صناعة الألبسة فضلا عن نجاحات حققتها شركات في القطاع بشكل عام وبتصديرها للأسواق العالمية وخاصة الولايات المتحدة بين هذا الرأي وذاك نناقش واقع قطاع صناعة الألبسة المحلي مع طيوفي لهذه الليلة في الستوديو وأرحب بهم في هذه الحلقة حسان أنسور مساعد مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهلا وسهلا بك سيد حسان وأيضا إهاب القادري موثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أهلا وسهلا بكما في الأحد الاقتصادي وسأبدأ من عندك سيد حسان بفعليا شركة عمرها أكثر من سبعين عام خرجت من القطاع سيدي أول شيء مساء الخير عقبات أمام القطاع بشكل عام أم أنها حالة خاصة أول شيء سيدي مساء الخير مساء الخير أصحب إلى كل جمهورنا اللي بسمعنا عمالنا بداية أنا أحب أن أحكي لمحة عن القطاع بالمال نعم نأخذ بأي تفاصيل سيدي قطاع الألبسة هو من القطاعات الواعدة في الصناعات الأردنية يعني إحنا قطاع الألبسة وصلت صادراته تقريبا 1.5 مليار دينار أردنية يعني أبتو 2 مليون دولار غالبية كانت للسوق الأمريكية فيما يتعلق بالمصانع في الألبسة إحنا بنقسم مصانع قسمين المصانع المصدرة تتراوح حوالي 90 مصنع عنا المصانع العادية أو المحلية الداخلية حوالي 900 مصنع شكلت صادرات قطاع الألبسة ما يقارب 24% من صادرات الوطنية كاملة بشغل قطاع الألبسة ما يقارب 24 ألف عامل أردني نعم هذا الواقع الملخص لقطاع الألبسة طيب إذن يعني إعسار شركة أو توجه شركة من شركات رائدة والتي كانت رائدة في قطاع الألبسة واستمرت في العمل لـ 70 عام ذهبت الآن إلى الإعسار هو حالة فردية يمكن اعتبارها مع الأرقام التي ذكرتها سيدي لا شك أن الشركة التي أعسرتها اسم الأسماء العلم والرائدة في الأردن وأكيد هي حالة فردية لأنه إذا ننظر لصادراتنا وارتفاع الصادرات من سنة لسنة نعرف أنه في عندنا قطاع واعد صادراته بكل سنة عم تزداد عندنا ما بالنسبة 8 إلى 10% هذا من واقع سجلات التصدير أيضا يحقق القطاع فرص عمل سنوية لشبابنا وأبنائنا أيضا القطاع عمله بتوسع للأسواق الخارجية وهذا التوسع يعني ناتج عن مساهمة الحكومة في الكثير من الاتفاقيات الوقعتها الحكومة التي ساهمت في تصدير القطاع نعم طيب سألها بلك سيدهاب بواقع القطاع اليوم هل هو بصورة المشرقة التي تحدث عنها سيد حسن؟ صراحة شكرا جزيلا لهذه الاستضافة واقع قطاع الصناعات الجلدية والمحكات التي هي الألبسة واحدة منها هو يحوي بالقانون 11 قطاع فرعين مثل الغزل والنسيج مثل أيضا السجاد والمكيت مثل الأحذية الجلود أيضا المنسوجات غير الألبسة مثل الشراشف واللحف وهناك أيضا نسيج الأقمشة فهناك 11 قطاع فرعية هذا اللي حكي بالقانون فهو اسمه قطاع الصناعات الجلدية والمحكات ولكن من ناحية عملية زي ما تفضل إسماندس حسان الموضوع يقسم إلى شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالغالب لها فرص وتحديات تختلف عن الشركات الكبيرة الشركات الصغيرة المتوسطة يكون إنتاجها غالبا للسوق المحلي مع تجارب تصديرية أما الشركات الكبيرة فهي تكون عملها كامل بخصوص المنتجات المعدة كامل للتصدير طيب يعني لنكون دقيقين ونمشي بنظام بهذه الحلقة أي القطاعين الآن يواجه عقبات أكبر؟ قطاع المحلي أم الكبير؟ كلا القطاعين يواجه عقبات مختلفات عن القطاع الآخر فالقطاع الصغير والمتوسط هو بحاجة أكثر لموضوع الحماية حماية المنتج المحلي والمنافسة العادلة بالناحية تواجده في الأسواق بحيث نحن بحاجة لاستقرار قوانية وتشريعات بهذا الموضوع بحاجة لعمل مواصفة أردنية للألبسة والأحدي بحيث أنه لا نستطيع استورد المواصفات الأقل فنية من اللي نصنعه بحاجة لمعالجات في موضوع التخمين الجمركي والتهرب الضريبي والتهريب الجمركي أيضا بحاجة لموضوع المعاملة في المثل بالدول اللي نستورد منها منتجات مشابهة وعمالها بتسوينا معيقات على صادراتنا في الدول اللي عمالنا نصدرها إلها بحاجة أيضا إلى أننا حاليا أفضلية سعرية في العطاءات الحكومية بحاجة ليست فقط الالتزام بها لا بدنا يكون فيها توجه أكثر أن نسوي مواصفة بتناسب هذه العطاءات اليوم التجار الأردنيين بستوردوا بضائع أقل جودة من المنتج الأردني وأعلى سعرا منه هي وموجود هيك وموجود هيك يعني ما بتقدر تعمم هذا الكلام على الجميع ولكن منتجنا الأردني ذو جودة عالية هذا هو المقصود بكل كلام المنتج الأردني سعره بناسب جدا المواصفة سعره بناسب الجودة والمواصفة بحيث أننا لدينا أسعار جدا متراوحة بالعديد من الأصناف هناك أصناف كثيرة ننتجها في داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومنصدرها عادة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينما المنشآت الكبيرة بالغالب هي بتعاني من مشكلة العمالة مشكلة العمالة ومشكلة الأهم هي عدم استقرار القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم كلفها بالعادة الشركات الكبيرة بيكون عندها أردرات وطلبيات لست أشهر أو سبع أشهر قدر ولكن الآن سنبقى بالقطاع الصغير والمتوسط خاصة بأنه يزود السوق المحلي في الوضاع والملوسات ماذا تقوم وزارة صناعة وتجارة لحماية هذا القطاع الذي يعنى بتوفير اللباس للأردريين أول شيء فيما يتعلق في حمايتهم نحن نحكي كوزارة صناعة وتجارة في عنا مدرية حماية مستهلك في عنا مدرية لحماية الإنتاج المحلي لدعم المصانع الصغيرة والمصانع التي تشتغل للسوق المحلي قامت وزارة صناعة وتجارة بالعديد من الخطوات أهمها في بداية السنهاية أنه صدر قرار بمنع استيراد الزي المدرسي للمدارس الخاصة بين قوسين يعني برجع أحكي للمدارس الخاصة وصار هذا مفروض على المدرسة أن تأخذ ما تحتاجه من الصناعة المحلية هذا وحده وفي قرار سابق كان صادر أنه ممنوع استيراد أي زي للدوائر الرسمية والمؤسسات العامة ويجب تزويد الدوائر هذه من الصناعة المحلية أيضا زي ما تفضل السيدة هاب يعني في قرار مجلس الوزراء الذي أعطى الأفضلية السعرية للصناعة المحلية كاملة وليس القطاع الألبسة تمام 15% فرق أفضلية سعرية للصناعة المحلية طيب موضوع إزاي المدرسي واليونيفورم أو الأزياء الرسمية المعتمدة بشكل عام يعني إلى أي حد أثر الصحيح أنه أثر لمية بالمية يعني بركي سيدة هاب طيب اليوم سيدة هاب هذا أثر على القطاع يعني فيه مصانع صارت ما كانت تشتغل أزياء مدرسية صارت تشتغل أزياء مدرسية صحيح ومصانع أخرى إجت تفتح لغايات تستثمر في البلد لغايات تزويد المدارس بزي المدرس صحيح من خارج البلد يعني استثمارات خارجية هو اللي صار حاليا القرار كان بشهر اثنين بدأ بالعمل فيه كان لغاية شهر واحد تسعة كان هناك الملتزمين من ناحية التجار أقدرات سابقة كان يسمح لهم في إدخال هذه البضاعة بلجنة مشتركة من الوزارة ومن الغرفة للإطلاع على كل حالة بحالتها بداء من واحد تسعة امتنع نهائيا عن دخول أي قطعة من هذه الأطواء من للسوق اللي صار فعليا أنه بخلال فترة هذه السبع شهور زاد الطلب على البضاعة الأردنية وهذا نتيجة التواصل مباشر مع المصنعين زاد الطلب على البضاعة الأردنية وإن شاء الله هذه الحكي برضو يزيد من التنافس ويعلي الجودة أيضا ويعزز من قيمة الصناعة الأردنية لدى الطلاب فهو أثر له أثر اقتصادي وله أثر أيضا بعيد للأمد أن الطلاب يعرفون أن هناك صناعة أردنية من اللي بلبسوه بداية فكان له أثر وزي ما تفضل الأسبوع الماضي شفنا أحد المستثمرين اللي جاي من بره بحيث أنه كان عنده أردارات هون وحابب أنه يجي يدرس السوق بحيث أنه يتوسع جوة داخل الأردن هذا اللي كانوا يشتغل عايتهم في نظر لموضوع الأزياء تحديدا لماذا لجأت المدارس الخاصة لإحضار أزياءها من الخارج إذا كانت المصانع الأردنية يمكن أن توفر هذه الأزياء السعر أم الجودي سيدي أولا نعمل بسوق مفتوح صحيح والخيارات أمام المدرسة كبيرة كانت في السابق أنه يريد أن يستورد أو يريد أن يأخذ من السوق المحلي جودة الصناعة المحلية في الألبسة لا يعلق عليها للأمانة نحن نصدر لأفضل الماركات العالمية هذا المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة في منها مصانع تصدر من أجود البضايع لأسواق خارجية بالتالي الخطوة التي قامت بها الحكومة المؤخرا أعطت فرصة للمصانع الأخرى أنها تطور نفسها وأنها تنافس لغاية تزويد هذه المدارس بهذا الزي سأعيد السؤال مرة أخرى لماذا لجأت المدارس الخاصة لشراء أزياءها من الاستيراد هذه الأزياء إذا كانت موجودة محلية نعم أولا هناك جزء من المدارس يستوردوا أو يكون التعامل معهم مباشرة وهناك جزء من المدارس يكون فيه وسيط في العادة تأخذ عن نظام عطاءات فكان التوجه منهم قد يكون نحو نسميها قد يكون الأقل ثمنا قد يكون ذلك ولكن بعد هذا القرار وإحنا كنا جاهزين أنه أي حد حتى كما من المدارس حابب أن يتعرف على مجموعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل بهذه الأمور نحن كغرفة مستعدين بتأمين مجموعة واللست كامل في أسماء العاملين في هذا الموضوع طيب الجودة نفسها نعم يعني اليوم الصناعة الأردنية قادرة على تأمين كل الخيارات التي هي الأردنية نعم قادرة ولكن بحاجة أيضا لشوية الدعم من ناحية العمال الماهرة ومن ناحية أيضا تخفيفة شوية من كلها في الإنتاج يعني هي بحاجة لمجموعة من العوامل من أجل أنها تتكامل أما النية ما هي العوامل؟ إذا دخلنا بالتفصيل نعم العوامل نرجع من نحكي استقرار القوانين والتشريعات أي إنسان يريد أن يفتح عنده بزنس خاص أو يريد أن يفتح استثمار لابد أن يكون متطمن من ناحية القوانين والتشريعات في السنوات المستقبلية أو على الأقل الأشهر المستقبلية بحاجة أيضا لضمان أن المنتج تبعه مدام بحقق تنافسية من ناحية جودة وناحية سعارية أن يكون هناك أيضا له تصريف في هذا الموضوع بحاجة كمان لموضوع الاستقرار في العمالة يعني الجزء من القوانين وجزء من ربط المخرجات تبعوني التدريب الميهني مع المؤسسات إحنا بحاجة لتوثيقها أكثر بهذا الموضوع فإحنا بحاجة أيضا لعمالة ماهرة وبحاجة أيضا لعمالة أردنية وبحاجة أيضا قد يكون لعمالة من الخارج في بعض الأوقات وبعض المهن حتى ندرب الأردنيين لهذه المهن فهي مجموعة من العوامل أننا عملنا خارط الطريق أو استراتيجية مع وزارة صناعة وتجارة تم تقديمها للحكومة بحيث حطينا مصفوفة في هذا الموضوع نقدر نجع عليه لاحقا طيب الاستقرار في تشريعات أعتقد أنتم من يجب كوزارة صناعة وتجارة أنتم أول من يجب أن ينظم هذا الموضوع سيدي نحن صميم في عمل وزارة صناعة وتجارة هي دعم القطاع الصناعي صحيح وهي الأنبريل للقطاع الصناعي يعني هي المظلة التي ينطل بالضبط تفضل سيدي هابو حكا عن المصفوفة والاستراتيجية قطاع الألبسة اللي ضم فيها متطلبات القطاع احنا المصفوفة هذه احنا اشتغلناها جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص أوكي وصار في عدة اجتماعات بحضور معالي الوزير وعطوفة الأمير العام وكل المعنيين في هذه الإجراءات تمام لغايات أنه احنا نخرج بمصفوفة وخارطة الطريق تتوائم مع قطاع الألبسة ومع القوانين والتشريعات الموجودة عندنا لغاية النهوض بهذا القطاع خرجتم بالمصفوفة احنا تقريبا 90% أنهينا عمل المصفوفة طيب ابرز ملامحها اذا تسمح له من ناحية اذا بدنا بناء علمي وعملي للنهوض بهذا القطاع وتطبيق للمبدأ التشاركي اللي نادى في جلالة ملك عبدالله الثاني قمنا بعمل هذه المصفوفة او خارطة الطريق للقطاع سواء للمنشآت الصغيرة المتوسطة او المنشآت الكبيرة بحيث انها تتضمن التزامات من كلا الطرفين من طرف القطاع الخاص والقطاع الحكومي التزامات متبادلة من كلا الطرفين وشرحنا هذه الالتزامات ووضعنا المطالب ووضعنا الأمور الإجرائية اللي احنا منطالب فيها سواء للمؤسسات الصغيرة المتوسطة او للمنشآت الكبيرة صراحة جزء منها تحقق جزء منها ما زال تحت العمل خصوصاً لتشابكيته وتشاركيته مع وزارات أخرى مثل وزارة المالية ووزارة العمل ووزارة الصحة سيدهاب لسه ما في شيء على الأرض لا على الأرض الواقع بعض الأمور التي تم تحقيقها وما زالت باقية الأمور لم تحقق وين مشكلة أساسية اليوم؟ المشكلة بالعكس نحن نحكي أنه قطاع فيه فرص نحكي أنه فيه استراتيجية قاعدين مشتغل عليها لأنه فيه عالقة مع الحكومة أنا حابب أحكي بالنسبة للفرص هناك دراسة لمركز التجار العالمي في مسح للقطاعات الاقتصادية في المنطقة قطاع الصناعات الجديدية والمحيكات في الأردن هناك فرص ضائعة بما قيمته 550 مليون دولار سنوياً فرص ضائعة تصديرية بعز الممكنات الموجودة حالياً هذا قبل أن القطاع يطور نفسه اليوم نحكي عن 550 مليون نعم فرص ضائعة مليون دولار ضائعة هذول بشغله حوالي 33 ألف عامل 21 ألف منهم بطريقة مباشرة بالقطاع و12 ألف في المهن المساندة اللي خارج هذا القطاع فبالتالي هناك فرصة واعدة وحاولنا بالاستراتيجية أن نبين رقمياً هذه الفرص يعني أنا لما أقول بالألفين وعشرة القطاع كان بصدر 900 مليون دولار وكان فيه 8 ألف أردني نحن حالياً إن شاء الله بالتسع جهور الأولى عنا زيادة 9% عن التسع جهور الأولى بالألفين وطمانطاش وصلنا أكثر من مليار ونص بالتسع جهور الأولى إن شاء الله نوصل إلى 2 مليار وأكثر شوية إن شاء الله بالسنة كاملة وعنا حوالي 23 ألف أردني فأشوف كيف القفزات العمالها بتصير وفي المقابل إحنا لم نستقبل أي مستثمر جديد في آخر 5 سنين يعني هذا إحنا هنا لازم نحط علامات استفهام طيب جذب الاستثمار هو على عاتق من في القطاع أم أنه على عاتق وزارة الصناعة جذب الاستثمار على عاتق الجميلة إحنا بنحكي في بلد وتوجهات البلد وتوجهات الحكومة وتوجهات جلالة سيدنا بجذب استثمارات للبلد لغايات فتح فرص عمال لغايات إدارة عجلة الاقتصاد لكل هذه الأمور فبالتالي رأيي الشخصي أنه ما في أي مؤسسة عندنا هنا مقصرة في موضوع جذب الاستثمار لكن المنافسة عالية المنافسة الخارجية عالية إحنا فرضا أننا الحد الأدنى من الأجور نوعا ما بالنسبة للدول الأخرى اللي بتشتغل في التصنيع وقطاع الألبسة تحديدا مرتفع نوعا ما يعني إذا نطلع على حد الأدنى من الأجور في مصر بمئة دولار بكمبوديا سبعين يعني الفكرة أنه أي واحد باير مشتري قبل ما ييجي بده يطلب طلبية أو يضع أوردر في أي مكان هو بدرس السوق بدرس احتياجاته بدرس كلفه قبل ما أنه ييجي لكن إحنا بميزنا عنا هنا في الأردن كثير شغلات إحنا بميزنا العمل الأفضل عنا في الأردن إحنا بميزنا الاتفاقيات التي نمرتبطين فيها مع الدول الأخرى يعني إحنا عنا اتفاقية الـ FTA عنا اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ تجارة الحرة مع الأمريكية بالضبط تبسيط قواعد المنشأة متحدة الأوروبي يعني اتفاقية تجارة الحرة مع كندا أن اتفاقية تجارة الحرة العربية الكبرى طيب سنعود إلى هذه الاتفاقيات وأيضا المنافسة التي يرزح تحت هذا القطاع بشكل عام ولكن مشاهدينا بعد فاصل قصير ونعود من بعد لنكمل إلى حد الاقتصادي أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الاحذ الاقتصادي وأرحب بضيفي في هذه الحلقة من جديد حسان تسور مساعد مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين أهلا وسهلا بك سيد حسان وأيضا إهاب القادر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأوردن أهلا وسهلا بكم أيضا كنا قبل الفاصل نتحدث عن صادرات القطاع والمنافسة التي يتعرض لها اليوم إذا كنا نتحدث عن قطاع يمكن أن يؤمن هذه الجودة التي تحدثت عنها سيدها وأيضا ينافس بالسعر لماذا الأسواق الأوردنية مغرقة في البضائع التركية والبضائع السورية وغيرها من البضائع من الدول المحيطة بشكل عام والصينية أيضا نعم برضو هناك وجهين للإجابة لهذا الموضوع بالنسبة للسوق المحلي لا بد أن نفرق بين التاجر ومن المستورد هو التاجر في أحد التعريفات التي عجبتني في أحد الأيام هو التاجر الذي يتعامل مع المصانع ويسوق لها بضاعتها والمستورد هو الذي يستورد من الخارج نحن بحاجة لزيادة أمورنا التسوقية المصانع الصغيرة المتوسطة يشترون للسوق المحلي هم بحاجة لزيادة أمور التسوقية وهذا ما نحاول أن نعمل عليه صدقا هناك أكثر من برنامج بهذا العام شغالينهم بحيث أنه نزيد من صادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هم بحاجة لمساعدة أيضا أنه نزيد من صادراتهم له قبل أن تزيد صادرات لازم يكون عندك تواجد داخل البلد هذا هو المطلوب فإحنا واحدة من الخطوات تعزيز تواجدهم بالسوق المحلي إحنا نسميها كعنوان مرحلة إعادة تدوير عجلة تنفسية هذا القطاع بحيث أنه يعزز من تواجده بالسوق المحلي ونرجع ألقه التصديري من ناحية الصغيرة ومن ناحية المتوسط من ناحية المنشآت الكبيرة اللي هم يشتغلوا بالعادة لبرانس عالمية موضوع التحكم زي ما كنا نحكي قبل الهوى معلش أنه منشوف أنه ماركة معينة بالخارج مصنوعة داخل مملكة الأردنية الهاشمية الواحد يفتخر بس يقول ليش موجودة بالماركة داخل هذا البلد هذا القرار برجع للمشتري يعني صاحب البراند أو المشتري إدارته هي التي تتحكم وين المنتج يطلع يطلع على السوق الأمريكي يطلع على السوق الأوروبي يطلع على كندا زي ما حكينا موضوع الاتفاقيات الحرة الموقعة داخل مملكة الأردنية الهاشمية سأعود لنا جزئية الاتفاقيات ولكن أبرز الماركات العالمية التي تصنع في الأردن سيد حسن سيدي نحن نصنع لعدة ماركات نايكي موجودة في الأردن جاب موجودة في الأردن الالبين موجودة في الأردن وولمارت كيمارت يعني عدة براندات نحن نصنعها في الأردن ولكن هذه البراندات نحكي عنها هي بالكتغوري الأولانية التي تسعين مصنع المصدرين اللي هي الصناعات الكبيرة الصناعات الكبيرة المصدرة نعم لتفضل فيه سيدي هاب فيما يتعلق بالمصانع الصغيرة المتوسطة اللي هي موجودة خارج هذه المناطق الصناعية اللي داخل عمان الزرقائر بد هون هذه احنا اشتغلنا كوزارة بالتعاون مع غرفة الصناعة ومع القطاع الخاص على ما يسمى بالتشبيك وعملنا دراسة على التشبيك التشبيك نحن اللي بنعني فيه أن هذه المصانع الكبيرة بعد ما احنا اشتغلنا على برنامجين أو ثلاث برامج اشتغلنا مع بتر وورك اللي الذراع التنفيذي للإيئلو منظمة عمل الدولية لعمل أفضل لعمل أفضل على رفع قدرات هذه المصانع وتقييمها اشتغلنا مع الـ CPI اللي هم ووكالة الإنماء الهولندية واشتغلنا مع الآي تي سي أيضا على رفع قدرات هذه المصانع الآن الدراسة التي عملناها أن الطلبات التي يأتي لهذه المصانع الكبيرة إعطاء جزئية منها لهذه المصانع الصغيرة حتى لو كانت بشكل جزئي بعض العمليات التكملية أو التصنيعية في هذه المصانع أن يشتغلون هذه المصانع الصغيرة هذه أول شيء تسهم بتشغيل هذه المصانع إذا صح التعبير هي الأعمال المساندة للمصانع الكبيرة الأعمال المساندة الأعمال المساندة شيء اللي بنحكي فيها الجزئية هذه اللي هي تشميك مع المصانع اللي بنحكي أنا الشرطة الأعمال المساندة أو الصناعات المكملة اللي إحنا بدنا نسعى لنوجد صناعات مكملة لقطاع الألبسة يعني أنا عندي مصنع بحتاج لها سحابات. ليش ما يكون عندي أنا مصنع سحابات. مصنع بحتاج للزرار. لليبل لهانغرز. علاقات بلاستيك لكارتون لكل شيء. هاي المصانع أو الصناعات المكملة هذه التي نسعى ونشبكها مع المصانع الكبيرة لماذا أنا مصنع كبير أجيب أوردر من أي بلد خارجية لا أجيب صناعتي كاملة متكاملة وأجيب صناعتي كاملة ثم من الأردن إذا وجدت هذه الصناعات لها سوق نعم لها سوق تستطيع أن تنافس في نفس الوقت نعم تستطيع أن تنافس خارجين لماذا لا تنافس لا هي ليست موجودة حتى أنا بس حابب أضيف على تفضل فيه سيد حسان إحنا لما نقول على صناعات تكملية ونقول على تشبيك إحنا قيمة مضافة للقطاع إذا قلنا القطاع المصدر حوالي 37% إذا قلنا لكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حوالي 45% كيف يعني؟ لو صدرنا مثلا بـ 2 مليار دولار لو حسبناها على 37% قيمة مضافة لناتج هذا القطاع بطلع لنا أكثر من 600 مليون دولار مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني فهو زاد مساهمته في السنوات الأخيرة نتيجة زيادة صادراته لغاية ما وصلنا 2% من الناتج المحلي هذا قيمة المضافة فإحنا بالتالي وهناك حوالي 13% كان واحدة من الدراسات 13% من صادرات هذا القطاع من قيمة الصادرات بتروح مباشرة للحكومة يعني في 2018 238 مليون دولار كان رايح مباشرة لميزانية الدولة هذا يعني نتيجة لعنا تصريح عمل لعنا ضمان اجتماعي لعنا داخل بتشبيك مع قطاعات كثيرة فكلما زاد هذا التشبيك سواء مع القطاع نفسه أو مع قطاعات أخرى زادت من قيمة المضافة لهذا القطاع وأثره على الاقتصاد الوطني فهنا هذا اللي نحاول نسويه وهذا اللي نحاول نرفع كل القدرات سواء المصانع الصغيرة أو المصانع الكبيرة بحيث أنه نعزز من هذا الموضوع طيب هذا الكلام موجود في الاستراتيجية نعم موجود موجود وحتى نشجع هذه المصانع كنا مطالبين بمجموعة من الحوافز الضاربية يعني اللي يطبق هذا الموضوع أنه له حوافز ضاربية هذا كانت واحد من المقترحات بالنسبة للحوافز الضاربية فإحنا برضو نتأمل ولكن تم استثناء قطاع صناعة من الحوافز التصدير على حوافز التصدير في المرحل الأولى تم الاستثناء ما زلنا نطالب بشمل القطاع وخدمنا أوراق وخدمنا أرقام بالدل على أهمية شمول هذا القطاع بالحوافز التصدير حتى لتعزيز القدرات الحالية من خلال توصلكم كان هناك مبرر منطقي لاستثناء هذا القطاع من الحوافز التصدير كان هناك مجموعة من المبررات على استثناء بعض القطاعات الصناعية بهذا الموضوع ولكن حاولنا أنا أحب لغة الأرقام وأحب لغة أنه الواحد يقنع الذي أمامه حاولنا وأبينت بلغة الأرقام أهمية أنه عدم استثناء هذا القطاع من الحوافز التصديرية لأنه أثره سيكون أعلى في المستقبل على الاقتصاد الأردني إحنا ما بدأنا نحاول أنه نحافظ على الاستثمارات الموجودة وندميها طيب سيدة برأيك من خلال سنوات لم يدخل مصنع جديد إلى صناعة كيف يمكن أن نتحدث عن صناعة صناعة بشكل عام أو قطاع يعني ينمو نعم ولا يوجد استقطاب للاستثمارات فيه ينمو بالمستثمرين الموجودين الحاليين سواء محليين أو الأول أو الأجانب فهو القطاع ينمو بالناس الموجودين أرقام كلها بآخر عشر سنوات الحمد لله فيها زيادة بسبب الرئيسي لعدد دخول مستثمرين أجانب برأيي الشخص أنا قابلت في الفترات الأخيرة مجموعة من المستثمرين اللي يجعل جدود خصوصا الاستفادة المتفقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات الموضوع له علاقة باستقرار القابلين والتشريعات وله علاقة باستقرار الكلف يعني هذا أمر أساسي الوزارة بالصورة بهذه بالصورة وبالتفاصيل تعملون بهذا القرب مع هذا القطاع إذن بالتأكيد أنتم بالصورة الحكة التي تفضل فيه سيدهاب هي المحاولة الأساسية الاستراتيجية التي اشتغلناها مع بعض لكن زي ما حكينا أنه هذه في أطراف ووزارات خارجية نحن نشغل معهم جنبا إلى الجنب مع القطاع الخاص لغاية تذليل هذه العقبات وأنه نقدر نوصل لحل كافة هذه المشاكل لما في مصلحة للبلد هل هناك شيء يروح بالأفق أكيد من حل هذه المشاكل أكيد أكيد يعني إحنا بدوننا كوزارة وأكيد نطلعين عليها غرفة صناعة إحنا المحاولة اشتغلنا عليها في الاستراتيجية أوكي ما استنينا أن نشتغل بالطريقة التقليدية أنه أنا أكتب كتاب وكتابي وشهر كتابكم والآخر لا كان موجود معنا في بعض الجلسات معالي وزير العمل عطوفة مدير عام الضريبة عطوفة مدير عام الجمارك الكل وصلته المحاور تبعت الاستراتيجية والنقاط اللي طالب فيها القطاع الخاص مباشرة وصلت أين وصلت أين وصلت إحنا اللي علننا بالقطاع الخاص سوينا التزامات متبادلة يعني أضرب مثال على هذا الموضوع خصوصا طبع الخاص بماذا التزم ما هي الأمور التي وضعتمها على أنفسكم حضروا مثال يعني مثلا التزمنا أنه بإذن الله تعالى لا تخل الصادرات زيادتها عن 10% سنويا وتوظيف من 3000 ل 5000 أردني سنويا وفتح من فرعين لأربع فروع انتاجية التي بتميز فيها القطاع مقابل استقرار التكاليف يعني ما الواحد ينام ويصحى يلاقي الكشف الطبي يرتفع من 30 دينار ل 85 دينار ما الواحد يتفاجأ برفع رسوم الإقامة ما الواحد يتفاجأ برفع رسوم مثلا المناولة في ميناء العقبة موضوع الرسم الجمركي اللي صار 1% على المناطق التنموية إنه بدل الإدخال المؤقت هناك أمور قدمنا فيها وقدمنا فيها كتب التفصيل إنه مقابل التزامنا نحن بحاجة على الأقل إلى ضمان عدم ارتفاع التكاليف لما يكون ما أخذ أوردر وما أعطي عليه تكاليف من هون لست شهور وهذا الذي بحاول أي مستثمر جاي من الخارج إنه يتطمن عليه بدي أحسب تكاليفي بطريقة علمية ومستقبلية أقدر أني أقرأ المستقبل بهذا الموضوع وما أنصدم برفع التكاليف هذا المحاول هل هذه مبارسات أصلا مطبقة في العالم في دول العالم يعني بالعادة يعني هناك عمالنا منحاول لنوصل للموضوع إنه تشاركية فعليا إذا لدى الحكومة أي مبررات لأي ارتفاع بالعكس إحنا منرحب جدا نكون قاعدين منرحب جدا بالطريقة أن نكون قاعدين مع بعضنا نفهم قبل إنه حيكون في عنا ارتفاع إحنا بحاجة لواحة اثنين ثلاثة بنقدر نوصل ل ناتيجة متوسطة منها بيكون صاحب العمل يعني قادر أنه يكيف أموره وقد يوصل فكرته بموضوع التوقيت أو قد يقنع الحكومة أنه أثر هاي الارتفاع تكاليف هيأثر عكسي تماما يعني نروح لموضوع الإنكماش هيأثر عكسي تماما في هذا الموضوع فإحنا اللي بهمنا جدا اللي هو عند صدور التعليمات أو القوانين أو التشريعات اللي هو وجود عن قرب القطاع الخاص الممثل بغرف الصناعة وجوده عن قرب قبل قبل إصدار التعليمات أو التشريعات بعدها نصير نلاحق في الموضوع مشكورين صراحة عن طريق وزارة الصناعة في الأسبوعين الأخيرات صدرت بعض التعليمات اللي مع وزارات أخرى اللي عن طريقهم والمساعدة منهم وعن طريق استجابة الوزير ما معني أيضا في الحكومة صراحة تم حل الموضوع بعد ما وصلنا لنقطة متوسطة وهذا هو المطلوب بس يكوننا نتمنى أنه قبل صدور التعليمات اشراكنا فيها يعني بيكون الموضوع فيه تشاركية أعلى من ذلك بحسب الخطة الاستراتيجية التي تتحدث عنها بعد سبع سنوات كيف سيكون واقع القطاع واقع القطاع في حد الأدنى مضاعفة التصدير مضاعفة حجم الصادرات عمالة أردنية لأكثر من خمسة وخمسين ألف إذا حكينا بالنسب أنه لسه لم يجبناش مستثمرين أنه تظلوا ينمو في وضعه الطبيعي على الموجود قيمة المضافة ستزيد المساهمة في الاقتصاد الوطني سيتضاعف الدخل الذي سيكون للحكومة مباشرة إذا تضاعف سيوصل أكثر من نصف مليار مباشرة وقيمة المضافة إذا زدنا من التشويق ستزيد في وضعها الطبيعي فبالتالي يعني في عنا سيكون عدة عدة أمور عمالها تنمو مع نمو الخطأ طيب هذا في بي خص الاستراتيجية ولكن سأعود إليك سيد حسان بجزئية المصانع الكبرى الموجودة الآن في الأردن ونحن فعلا نفخر بأن نشاهد بهذه المنتجات التي ذكرت موجودة في الأسواق العالمية كاملة ولكن ليست موجودة في الأسواق الأردنية هل هناك ما يمنع تشريعيا من إدخال هذه المصانع لبضائعها إلى السوق المحلي لا سيد تشريعيا لا يوجد ما يمنع هذه الطلبات الموجودة في هذه المصانع هي ملك لصاحب الطلب يعني الباير الطلب هو بيوجه طلباته للأماكن اللي بده ينزل فيها الأبضاعة نحن مساهمة مننا هذه البضاعة عادتها تدخل في وضعية إدخال المؤقت مساهمة من الحكومة لدعم هذه المصانع بالألفين والثمانية احنا طلعنا في تعليمات أنه السماح بنسبة 25% من هذه البضاعة تدخل على السوق المحلي ضمن شروط معينة وهم هذه الشروط اللي هي السماح من نفس الباير اللي طالب هذا الأوردر في المصنع أنه يدخل هذه البضاعة على السوق الأردني واحدة شغلة ثانية صاحب العلامة التجارية صاحب العلامة التجارية أو صاحب البضاعة الشغلة الثانية احنا حددنا نسبة معينة لغاية عدم إغراق السوق بهذه البضاعة لأن هذه البصانع موجودة يعني كميات عائلة بتصنع شغلة ثالثة لحماية المستهلك الأردني في حال عدم رغبة الباير ينزل اسمه على السوق المحلي كنا مطالبين في طمس أو قص العلامة التجارية ودخلها على السوق المحلي بدون العلامة التجارية طيب إذن يعني بهذه الحالة سيد إهاب في حالة طمس المنتج إذن نتحدث عن إمكانية وصال هذه البضائع بكلف منطقية للسوق الأردني صحيح؟ نعم طب لماذا لا تكون موجودة من قبل المصنعين برجع لرغبة صاحب العلامة التجارية هذا يعني هذا هو الأساس في هذا الموضوع حتى الاستفادة بعيدا عن هذه عن صاحب العلامة التجارية نفسه بما أن كنا إذن نحن اليوم قادرين على تصنيع بجودة عالية جدا تتناسب مع الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها لماذا لا نستطيع توفير هذه البضائع بهذه الجودة للأردنيين بهذه الأسعار لأنه يمكن أن تذهب إلى أسواق الأمريكية والأوروبية وإيجادها بأسعار رخيصة جدا موضوع السعر في العادي موضوع الجودة ما في عادة مشكلة موضوع السعر بالعادي ولما تتحول من صغير متوسط لك كبير يختلف البزنس موديل أو طبيعة العمل كامل فبحاجة لكميات أكثر من الموديل الواحد في حال الحماية المطلقة للسوق في بعض المنتجات بتوقع من السهولة أنه عمل منتج معين يكون السوق الأردني قابل على استهلاكه كامل سعيدة كل ما زادت الكمية كل ما قل السعر وهذا هو أسلوب المشهرين الكبار بيسووا من الموديل الواحد كميات كبيرة جدا فبالتالي بيكون بسوى استثماريا أنه يكون سعره جدا جدا منطقي وهذا ما نحتاجه عشان يكم نحكي بدنا منافسة بدنا عادلة وبدنا حماية للمنتج المحلي قدراته أنه نقدر نغطي في بعض الصراعات مش موجودة عندنا وكل ما زاد حجم إنتاجك كل ما قلت مصاريفك الإنتاجية فبالتالي أنت بتكون قادر أنك تلبي هل في أمور فعلا غير لا تصنع داخل الأردن في موضوع الألبسة وهذا وضع التطبيعي أو في موضوع الأحذية هذا وضع التطبيعي بنقدر أنه إذا كان في عندنا هذه الهمة لترتيب الأمور بطريقة أكثر داخل الأسواق سواء تجاريا أو صناعيا في إمكاننا أنه نعمل دراسة بشو اللي ممكن إحنا نصنعه وشو اللي ممكن نتوسع بتصنيعه وشو اللي ما منقدر نصنعه سعيدها منفتحه للسوق نعم إذن سنذهب مشاهدين إلى فاصل قصير ونعود من بعده لنتحدث عن الاتفاقيات التي وقعها الأردن وإلى أي حد استفادت هذه الصناعة من هذه الاتفاقيات التجارية مع دول العالم أهلا بكم من جديد في ألاحة الاقتصادية مشاهدينا وأعود إليك سيد حسان بفكرة ماذا لدينا من اتفاقيات دولية يمكن أن تخدم هذا القطاع سيد الحمد لله رب العالمين لدينا الكثير يعني إحنا ما بميز الاستثمار عندنا أنه عندنا اتفاقيات مش موجودة في دول العالم الأخرى يعني بداية اتفاقية تجارة الحرى الأدرية الأبريكية الافتي اي وهي أكثر اتفاقية خدمة قطاع الألبسة وحتى بالنسبة لقواعد المنشأ في هذه الاتفاقية فهي سهلة جدا يعني مجرد ما عمل قص وخياطة هي صارت تحمل المنشأ الأردني وبالتالي تدخل الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمهورية بدون نظام كوتا على الكميات الداخلة عندنا اتفاقية ال-ROR أو تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وهذه الاتفاقية الحمد لله رب العالمين يصلها تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات هذه ساعدت اسمها تطبيقها على المنشأ ساعدت أصحاب المصانع أنهم صدروا على الاتحاد الأوروبي ضمن شروط بسيطة وقواعد منشأ متاحة عندنا اتفاقية تجارة حرة مع كندا عندنا اتفاقية تجارة حرة العربية وهذه اللي قائفة الدول العربية هذه الاتفاقيات اللي موجودة عندنا في الأردن هي ميزة غير موجودة بأي دولة بدول العالم هي لكل قطاعات الصناعية وليست فقط لصناعات صناعية كاملة إلى أي حد صناعة الملابس يستغل اليوم الاتثاقية الأمريكية والأوروبية والتبسيط خواعد المنشأ الأوروبية نحن بحاجة لتنوع جغرافي أيضا في التصدير غالبية الصادرات تذهب للسوق الأمريكي فإحنا برضو تم الحديث قبل الهواء هو على تبسيط خواعد المنشأ الأوروبية إحنا منحاول صرنا برنامجين طلعنا في شركات صغيرة ومتوسطة للسوق الأوروبي اللي لمعرف السوق الأوروبي وحاجته ولكن أيضا بحاجة للمشترين الكبار هم أيضا يوجهوا منتجاتهم للسوق الأوروبي عنا حاليا أكثر من 8 مصانع ألبسة بحققوا هذه الشروط وعندهم شاهدات بتحقيق هذه الشروط عنا صادرات حوالي كانت في عام 2018 56 مليون دولار تقريبا ألبسة للسوق الأوروبي ويمكن هي تكون من أكثر القطاعات يعني لتتظيرا إن شاء الله هاي سنة 2019 يكون في عنا حجم أكبر ولكن بحاجة لأنه نزيد خصوصا فقط ثمانية مصانع ما انطبقت الشروط لقواة المنشاة هيا شو بصير أنه بطلب المصنع أنه هل هو يحقق أو لا يعني هناك مصانع تحقق هذه الشروط ولكن ما طلبت طلب الشهادة بتحقيقها وبعدين صراحة أصبحت شروطها سهلة يعني شروطها مش كتير صعبة وعشان هيك عمالنا نتوجه للسوق الأوروبي بحيث أنه نوسع من قاعدتنا فإحنا بحاجة لتنوع جغرافي لصدراتنا في الموضوع الألبسة أنا حاب بس أعلق بالنقطة لو تسمح الموضوع للتفاقيات الدولية تفاقيات الدولية فعلا هي من أهم الأمور التي تجد بالمستثمرين وتساعد في الداخل ولكن من خمس سنوات لم يدخل أمستثمر جديد ولكن في نقطة بس كل الموجودين عمالهم بينمو والأرقام لا تبدل على ذلك هناك على استقرار الشريعات والقوانين ولكن هناك في الاتفاقيات بعيد وأحب أكد على مستوى القطاع الصناعي موضوع المعاملة في المثل هناك بعض البلاد التي نحن مقيد معها اتفاقيات في عرقيل فنية أو بسموها معلقات فنية يتم ترحها على البضائع الأردنية بينما هناك تسهيلات بدخول هذه البضائع فنحن كجزء من القطاع الصناعي ومطالبتنا هي المعاملة في المثل على البلدان التي نحن موقعين معها وتضع عرقيل فنية لهذا الموضوع أعرف أن هناك توقيع اتفاقيات ما بين أصحاب العمل في هذا القطاع والعمال صحيح وهي تعتبر نقطة إيجابية ما هي تفاصيل نقطة إيجابية جدا للقطاع هي بسموها CBA اتفاقية جماعية Collective Parking Agreement هذه الاتفاقية الرابعة التي تم توقعها يتميز فيها هذا القطاع عن بقية القطاعات أن مؤسسات القطاع الخاص يعني جمعين المصدرين لألبس الجاكيت نقابة أصحاب مصانع المعا حيكات مع النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج وقعوا اتفاقية للمرة الرابعة هذه المرة لمدة ثلاث سنوات يعني كانت قبل مدة سنتين هذه المرة طورنا شوي عليها في سبع تامن شهور تقريبا في مفاوضات جدا ودية وإيجابية تحفظ حقوق الجميع تحفظ حقوق الناس اللي بتمستمرها في القطاع كيف تزيد رواتبها كيف أيضا تأمين بيئة عمل مناسبة جدا حيث تعزز من قدرات التنفسية للقطاع عن طريق تعزيز قدرات العاملين وتوفير بيئة عمل مريحة جدا لهم كانت هذه بإشراف وزارة العمل وكانت أيضا بالإشراف من منظمة العمل الدولية عن طريق البرنامج اللي له عشر سنوات داخل الأردن مختص في موضوع الألبسة هو بترورك جوردن أو أسس عمل أفضل وجودهم نقطة قوة هائلة لتسويق الأردن خارجيا وتسويق صناعة الألبسة للأردن خارجيا وهي نقطة من نقاط جذب العاملين للقطاع سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فإحنا بيئة جاذبة جدا للعمالة طيب بالحديث عن البيئة الجاذبة للعمالة يعني سأذهب للفروع الانتاجية أستاذ حسن سيدي إحنا يعني هذه الفروع الانتاجية تعد من قصص النجاح لقطاع الألبسة حقيقة يعني ظهرت أو بدأت مبادرة فروع الانتاجية عن كم فرع اليوم نتحدث بداية نتحدث عن حوالي 23 فرع الانتاجية متوزعة في المحافظة متوزعة في المحافظات وتشغل ما يقارب 7000 وكسور من الإناث من الأردنيين من الأردنيين هذه الفروع الانتاجية سيدي اللي يعمل فيها فقط الأردنيين والفكرة تبعتها جاءت أنه هذه الموجودين في هذه المنطقة مش قادرين يصلوا للمصنع فبالتالي عندهم صار المصنع عندهم من تقرير المصنع في حوافظ معينة ب يعني خليل نحكي حوافظ تقدم لصاحب العمل لصاحب العمل أيضا حوافظ تقدم للعاملين نفسهم أوكي معدل الرواتف في هذه الفروع معدل الرواتف هو ينطبق عليهم الحد الأدنى من الأجور لكن احنا اللي شفناه من خلال تجربتنا بالفروع الانتاجية أنه فيه رواتب ارتفعت في منهم حسب ترفيحهم في منهم بطل يعني عامل خياطة صار سوبرفايزر في مدراء في كل شيء فينطبق عليهم سلة من الرواتب اللي تابع للشركة اللي بيشتغلوا عليها طيب نتحدث عن أكثر من سبعة آلاف سيدة سيدة تعمل في الفروع الانتاجية طيب في باقي القطاع بشكل عام باقي القطاع في حوالي زي ما حكينا حوالي 23 إلى 24 ألف عامل من أصل من أصل 73 ألف طيب أنا تعتبر اليوم بنسبة تقريبا 29% العمالي الأردني يعني تقريبا ثلث القطاع أردني وثلثين وغير أردني هل يمكن الاستغناء عن غير الأردنيين في هذا القطاع سيدة هناك فرق ما بين النمو وما بين الإحلال إحنا لو حكينا إحلال ولا بدنا نمو أنا بدي أنظر للموضوع أنه أزيد عدد الأردنيين بهذا القطاع ولا أخلي القطاع ثابت بصندوق واحد وأسوي إحلال إحنا بننظر للموضوع من الجهتين ولكنه بده تعاون من القطاع الخاص بده تكون تعاون أصلا من القطاع الحكومي إحنا بحاجة لزيادة عدد الأردنيين لأنه صراحة من أسرع القطاعات التي تقدر نسوي فيها استثمار فهو من أسرع قطاعات التي تقدر برضه تدرب فيها كمان فهو قطاع جاذب وسريع وقادر على توفير فرص عمل للأردنيين سريعا بحاجة إحنا حاليا في القطاع في إشوء اسمه مجلس المهارات القطاعية هذا المجلس لقطاع الألبس ومجلس استشاري تابع لهيئة تنمية وتطوير المهارات يعني عمالنا نسوي دراسة عن حاجاتنا إحنا لابد من ربط المخرجات تبعي كل دراسات أن نربط المخرجات فعلا مع المخرجات التدريبية للتدريب المهني أو للمؤسسات الأخرى التي تقوم على التدريب إحنا بحاجة لعمال الأردنية أن تكون مؤهلة وبحاجة في الشركات الصغيرة المتوسطة العمال الأردنية تكون احترافية وفعلا الأردنيين أبدع برضه أيضا في الميدال في الإدارة المتوسطة موجود كمان في الأردنيين وبالنسبة بس أنا حابب أضيف عن موضوع الحد الأدنى للأجور وكم يتقادم إحنا كقطاع ملتزمين بالحد الأدنى للأجور فأكثر بناء على السلم الوظيفة وبناء على سلم الرواتب ولكن هناك أيضا مميزات أخرى إحنا تقدم يعني حتى بالسي بي اي الاتفاقية الجماعية الموظف اللي بسكن على أكثر من كيلو لابد من تأمين مواصلات وفي إلى مواصلات كم قيمة المواصلات بتتراوح في باصات بتطلع من المصانع لنحو بؤر معينة يعني دراسيا في مصانع تدفع من 60 إلى 80 دينار تقريبا هذا مواصلات عندك مواصلات عندك بترجع أيضا للمصانع عندك حوافز حضور وعندك أيضا حوافز إنتاجية هل موجود بالاتفاقية؟ لا الحوافز مش موجودة بالاتفاقية موجودة بس المواصلات موجودة نعم طبعا المواصلات موجودة بما أننا نتحدث عن ضعف في العمل الماهري هذه المصانع وهذه الفروع الانتاجية بشكل عام يمكن أن تخرج عمالة ماهرة من داخلها إلى مجتمعاتهم المحلية أكيد مئة بالمئة سيدي لأنه من خلال تجربتنا وجدنا أنه العديد من السيدات أبدعوا في مجال العمل اللي بلشوا فيه من الصفر لا يعلموا عنه أي شيء أصبحوا بسؤولين سوبرفايزر ومدراء لهذه الفروع فبالتالي الإمكانية واردنا تخرج إناث أو عاملين مدربين مؤهلين قادرين أنهم يديروا مصانع في أي مكان نعم السيد حسان نسور مساعد مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين شكرا جزيلا لك وأيضا سيد إهاب القادري ممثل قطاع صناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن كنتم معنا شكرا جزيلا لكم في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي مشاهدين إلى هنا نكونوا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي تابعونا دائما في نفس الموعد وعلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر